احمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري من جدة يرافع لخيارات جنرالات العسكر ولكن في نفس الوقت من حيث أراد أن يحاضر على الآخرين في شرف لمي الشمن والحوار السياسي والتهدئة وحل الأزمات فهو يدين العسكر من حيث لا يدري أو ربما يدري ويقول لذلك لحاجة في نفسه ألقى كلمة في اجتماع للتحضير لقمة العرب التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية وتحدث عن بعض الأمور المختلفة من بينما لاحظت أنه أول حاجة كأنه يلقي خطاب النصر لبشار الأسد من خلال ترحيبه المبالغ فيه حول عودة حطها لسوريا بين ظفرين لأن الذي نراه الآن هي عودة بشار الأسد وليست سوريا لأنه لو أعادوا سوريا وكان الهدف هو إعادة سوريا لا أظهروا مثلا مبادرة ويكون اتفاق بروتوكول معين يجري تنفيذه ضمن إطار بنود مختلفة البند الأول مثلا إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية ثم البند الثاني إطلاق مبادرة سياسية وما إلى ذلك لحظة هذه ما رأينا شيئا بل أنه الأمين العام لجامعة الدول العربية قال كل أمور غامضة فمن أرجع بشار الأسد إلى جامعة العرب سؤال الأيام كفيلة بالجواب يعني لاحظت مثلا أنه وضع عندما بدأ يتحدث على هذا خطاب النصر وكأن الجزائر هي التي انتصر نعم هكذا حاول أن يظهر وأن هذه المبادرة الجزائر اللي عملت عليها وأن لم شمل العرب يتجسد في عودة الأسد رغم ما في عنقه من جرائم تعافها حتى وحوش الغاب هذه هي الحقيقة راحوا يتحدثون رحب بسوريا سوريا لما تم تجميد عضويتها كان بسبب ما يجري من أحداث حيث كان ما يحدث أنذاك مقارنة مع ما حدث لاحقا لا يساوي شيئا يعتبر ثلين بالميام عن الجرائم التي حدثت فيما بعد ورغم ذلك قامت جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سوريا ووصل الحال إلى فتح أو تسليم المقعد إلى الإئتلاف السوري وفي قطر واعتبر على ذلك انتصار للثورة السورية وبعد ذلك ينقلب الوضع من النقيض إلى النقيض الأيام القادمة كفيلة بذلك لكن المراحض في الموضوع كله أن وزير الخارجية كأنه يلقي خطاب النصر لأطروحات الجزائر وهذا واضح هذا واضح بمعنى الكلمة لأن الجزائر راهي في صف الأسد منذ البداية لو جاء هذا الخطاب من دولة كانت متوازنة في موقفها وحيادية إلى حد ما لاعتبرناه ليس خطاب نصر ولكن الجزائر حاليف للأسد منذ البداية وقفت ضد تجميد عضوية بشار الأسد في جامعة دول عربية وقفت ضد إدانة حزب الله وإدراجه في قائمة الإرهاب كانت كلها مواقفها مع الأسد منذ البداية إلى الأخير فكان خطاب أحمد عطاف هو إعلان نصر لحلف الأسد ويتمثل في العطراف التي وقفت مع نظام الأسد إيران روسيا العراق لبنان والجزائر والحوثي في اليمن هؤلاء لذلك خطاب وزير الخارجية ليتكلم بهذه الطريقة فهو يتحدث عن نصر لكن على من على الشعب السوري وعلى الدول التي كانت في صف الشعب السوري ووقفت ضد جرائم بشار الأسد المملكة العربية السعودية قطر والدول الأخرى التي أعلنت مواقفها مناوئة لبشار الأسد وتطاول عليها الأسد بما يندله الجبيل إذن أحمد عطاف راه في كلمته أعلن بصفة رسمية وليس باسم الجزائر ولا باسم النظام بل باسم الحلف الذي ينتمي إليه أعلن أن ما حدث هو انتصار على المحور الآخر الذي ساند الشعب إذن أحمد عطاف في كلمته ومن جدة راه أعلن الانتصار على المملكة العربية السعودية وقطر وكويت والبحرين والدول التي أعلنت مواقفها المؤيدة للثورة السورية والمدافع عن الشعب السوري والمساهمة بشكل جماعي في حل الأزمة في هذا البلد الشقيق فضلاً عن التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين تركيا وإيران البلدين الجارين تركيا وإيران كأنه وضعهما في مستوى واحد تركيا ليست لديها ميليشيات في الدول العربية وتزعزعها من الداخل إيران تحتل خمس عواصم عربية تحتل بغداء تحتل صنعاء تحتل دمشق تحتل بيروت وأيضاً تحتل الأحواس هذه هي الحقيقة ولكن تركيا ماذا فعلت؟ تركيا دعمت الثورات العربية وأعلنت مواقف الثورات العربية فانزعجت منها بعض الأطراف المناهضة للثورات الشعبية هذه هي الحكاية وما فيها تركيا ما أرسلت ميليشيات ولا صنعت أي شيء أعلنت مواقف في ليبيا والأيام أثبتت بأنه الموقف التركي هو الذي خلق نوع من التوازن وإلا لا شهدنا القذافي خرجوهم القبر يصنعوه وتمثاله يخليه ويحك نعم المهم لكن أنك تحطهم في نفس المستوى تركيا دعمت الشعب السوري هو جابها في سياق الحديث عن الثورة السورية تركيا وقفت مع الشعب السوري في ثورته ضد نظام الأسد إيران قاتلت مع النظام السوري إذن على أي تقارب تتحدث عن أي تقارب تتحدث حتى تضع الأمرين في نفس الميزان ثم أيضا تحدث عن لم الشمل يا 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 ابنل إيه كيف لم الشمل اللي تتحدث عليه وأنتم شتدتم شمل المنطقة المغاربية يعني يروح لهناك ويحاضر على لم الشمل العرب وعلى بعض الأمور ليتحث على الحوار والعلاقات الهادئة وحل الأزمات سلميا وكذا كذا وفي نفس الوقت رفضين أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب يدعمون البوليزاريو بالأسلحة كي تقاتل المغرب وهي حركة انفصالية في نظر كل الحاضرين تقريبا الذين يحاضر عليهم أحمد عطا وين هو وين هو لم الشمل لكن قبل ما تروح هناك وفتحت جبهة حوار مع المغرب واستطعتم أن تنجحوا في لم شملكم مع المغرب لو رحت هناك وحاضرت في لم الشمل رأي يسمعك العالم لأنك قبل ما تتكلم أنت جسدت لم الشمل في الواقع أنت قطع علاقتك مع جارك وتتهم بشتى الاتهامات وتعمل ضد أمن القومي بكل الوسائل وريح لي للسعودية جدّة وربما بعد ما تكمل خطاب تروح تأدي فيها عمرة لـ 75 كيلو متر تفصيلك عن مكة المكرمة ثم تعود وخلاص لأنهم هؤلاء يتحدثون من أجل أن يتحدثوا لم الشمل ليس كلمة تقال بل هي أفعال أولاً وقبل كل شيء وقبل أن تحاضر على الآخرين يا عطاف في لم الشمل العلاقات العربية والعمل العربي المشترك هذه الجملة اللي هي أسخف جملة يمكن أن تنال جائزة الغباء الاستراتيجي لأنه لا يوجد عمل العربي مشترك كل دولة تعمل لحالها وكيف فضحتها الثورات اندلعت الثورات مزق شملهم ثم بعد ذلك عندما مشات الثورات في مسارات مختلفة ومتناقضة زي تناقضت أفعالهم وراهم يلتقوا يتحدثوا عن العمل العربي المشترك ثم بعدما ينفذوا كل واحد يلعب العيب يعني أكبر حاجة راك في قمة في قمة تحاضر وحضرة سوريا والجزائر لتمثلها يا عطاف منعوها في قمة منذ أشهر قليلة أن يحضر الأسد رغم أن الطبخة طبخت قبل القمة نعم طبخت قبل القمة والأمور رهي ماشية منذ مدة وإذا عرضتم أن تروا مواقف الدول تابعوا إعلامها كيف يتغير شوفوا خطاباتهم وكلامهم تجاه المشهد السوري ستعرفون أن القضية راهي بدأت منذ مدة وبدأتها الأجهزة الاستخبارية ثم وصلت إلى هذا المستوى المهم تكلم أيضا على قضية فلسطين وطبعا الجزائر بشي يعطي قيمة إلى كلامهم يبدو ديركت يحكو على فلسطين وهو قال لك رانمت مسكين بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وش فيها مبادرة السلام العربية لقد حرسنا في قمة الجزائر على تثبيت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك وأكدنا على طابعها المركزي وعلى تمسكنا جميعا بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة أركانها وضوابطها فيها حل الدولتين معناها اعتراف بإسرائيل معناها دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في حدود السبع وستين وعاصمة القدس الشرقية هو أذكر القدس الشريف ما حابش يذكر القدس الشرقية في منظومة دولية ما كان شيء اسم القدس الشريف يعني كيتروحوا إلى الغرب وتقولوا لهم القدس الشرقية يعني القدس الغربية راهي إسرائيلية وكيتروحوا هنا بشتغطوا في قدس الشريف لأن القدس الشريف يقع في القدس الشرقي هذه هي الحكاية يعني في النهاية تمخض الجبل ولا دفع وها علش في أعلامكم الكيان الصهيوني والصهيينة وهذا الكيان ومش نعارف واش ها وهنا يراه يقر بحق إسرائيل في دولتها وراهي دولتها قائمة والعمل راه يجري على قدم وساء من أجل أن تكون دولة الفلسطينية والتطبيع أصلاً مش مجرب المبادرة أصلاً تتحدث أنه عند قيام حل الدولتين ممكن التطبيع مع إسرائيل وانهي وانهي شعارات الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة والجزائر لا تعترف أصلاً بالكيان ها هي تعترف لك بحق إسرائيل في الوجود إذن مجردوش تحكو على حكاية الكيان أو أنكم جرموا الدول التي طبعت دول أي طبع علاقتها وراهي تدافع أصلاً حتى هي عن حق الفلسطين في قيام الدولة وعليش تقيم الدنيا ولا تقعدها على المغرب عندما طبع والمغرب دائماً يذكر بحق الفلسطينيين في الدولة بش تعرف بأنه نظام عسكري كذلك أمر آخر راه يتحدث حول هذه التعلم شمل الفلسطينيين وقع في زلة لسان المدرجة في إعلان الجزائر للم الشم من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي وقع بالجزائر الذي وقع بالجزائر هو يتكلم على ذلك إعلان الجزائر قال الذي وقع في الجزائر وبعد ذلك الذي وقع في الجزائر والله هي زلة لسان على كل حال ولكن أحياناً زلة اللسان تكشف الواقع لأن هذا الإعلان تبون بعد ذلك روه في حواره مع الجزيرة تحدث عليه باللي رهه تشربك وتفربك وخلاص روه في شل المشروع منذ فترة فقط منذ أيام قال روه في شل المشروع لكن بعد رجوحهم رجعت الأوضاع إلى مكان تالي كان فيه برنامج آخر كيفية برنامج آخر على أساس قبل نهاية السنة تقام اجتماع منظمة تحرير الفلسطينية في الجزائر تعاد تركيبتها بنضيمان حماس إلى منظمة تحرير الفلسطينية ثم يمشون الانتخابات تشريعية الفلسطينية وانتخاب رئيسي إلى خيره الرجونا ما كسروها ما فمت كسرش لحد لآن ما حناش جواب بلا تحدث عن الأصل الأزمات السياسية وبؤر التوتر جيد أنا معك يجب أن تنتهي الأزمات السياسية الصراعات في داخل الدول الصراعات السياسية عمرها لا تأتي بخير المنافسة السياسية في ظل جو ديمقراطي جيد ولكن الصراعات بسبب رغبة الحكام في البقاء في السلطة ورغبة محكومين معارضين الوصول بسرعة إلى السلطة ويحدث تحدث مواجهة والمسحوق هو الإنسان هو الإنسان في هذا البلاد صح حاول جزائر تعمل على صنع بؤر التوتر في دول المغرب العرب هاي تعمل تمول في البوليزاريو بالسلاح وتدفع فيها إلى المواجهة والحرب مع المغرب إذن أنت تحاول تحللي أزمات وبؤر التوتر أخرى حكي على السودان حكي على ليبيا حكي على الأشياء أخرى بل حكي على ليبيا أو قال تدخلات تدخلات الأجنبية الحل ليبي ليبي هاكم أنتم أدخلتم الأمم المتحدة وأدخلتم كل القوى في المنطقة المغاربية أدخلتم إيران في نزاع الصحراء وين هي الواقعية التي تتحدث بها يا أحمد عطار تحدث على تعزيز العمل العربي المشترك وقلت لكم بأن العمل العربي المشترك هي حكاية فاضية وتحدث أيضا على تعزيز البعد الشعبي في العمل العربي المشترك والله كلام لغة خشب أنتم أصلا في الجزائر الشعب الجزائري ما هم اعترف بهذه السلطة حاكمين الشعب الجزائري بالسلاح والنار والبروت هذه هي هو أصلا وجوده في هذا المنصب عينه عسكر مجاش عن طريق انتخابات ولا عن طريق مؤسسات ولا أي شيء عينه العسكر وراح هنا يحاضر على البعد الشعبي وأصلا أنتم تدافعون عن نظام سوريا الذي قتل الشعب وأباد الشعب وهجر وذبح وقتل حتى بالكيماوي ضحياه بمختلف من جرحة ومهجرين ونازحين وفرين ومعذبين ومختفين ومقتولين رههم في حفاته عشر مليون يعني أنت تحكي على البعد الشعبي في العمل العربي المشترك وجايبين نظام تدافعوا عليه هو دمر شعبه دمر بلده أي تناقذ هذا يمكن أن تقدمه لهذه القمم التي على رأسها مثل أصحاب هذه الخطابات البائسة كما يفعل أحمد عطار تحدثوا على العلاقات الهادئة والوحدة العربية ولمش من العربي وأنتم تعادون المغرب وتدفعوا في الأموال دول غير عربية كي تستهدف الأمن القومي للمغربي تدفعون في الأموال إلى لبهات في دول مختلفة كي تقوم بتشويه حتى لنساء المغرب يعني بالله عليكم أي عمل عربي مشترك هيا سيدي إذا كانوا تؤمنون بالعمل العربي المشترك خلي الجامعة العربية تعلن مبادرة من أجل حل الأزمة ما بين الجزائر والمغرب أنتم ما جايين داريلي هي الححاية كلها كما يقولون في اللاجة الجزائرية أنه لم شمل كل هذه فقط باشي رجعوا نظام الأسد إلى بيت العرب فقط أما لو كان لم شمل الحقيقي لما داروا قمة خليجية مجلس تعاون الخليجي في ظل أزمة اللي كانت قائمة مع قطر عندما داروا قمة باشي وحدوا للأمور صالحوا هاي ديروا لم شمل حقيقي أول حاجة البشار الأسد هذا اللي جبتوه لم تبيه شمل عرب هواه إيراني ولي دافعوا عليه ميدانيا إيران وربما الطائرة اللي جاي فيها أو طاقم حراستو إيراني دول العراق رهي ميليشيات إيرانية لبنان يحكمها حزب الله الإيراني أو حزب إيراني في لبنان زي اليمن هاهي الحوثي مسيطر على العاصمة والحوثي راه أحد فصائل الحرس الثوري الناب وان هي وان هو العمل العربي المشترك جلسين كل واحد هواه في واد والجزائر أصلا بنفسها نظام هاي أكيد الجيران راه لخبط الوضع في تونس يدير في حرب ويشعل في حرب ضد المغرب وما إلى ذلك من هذه الأمور أعتقد بأن أحمد عطاف بهذه المحاضرات وبهذه الأطرحات هو فضح النظام الجزائري ليس إلا وهو ينبين للعالم النفاق الذي هو صار أساس هذا البيت المسمى جامعة الدول العربية وهي في الأساس جامعة أنظمة وحكومات تخضع لأمزجة الحكام ويكفي دلالة أنهم في 2011 كان مزاج الحكام العرب ضد يماهي نوعا ما الثورات فطردوا الأسد والآن مزاجهم مناهض للثورات فأرجعوا الأسد وما بين الطرد والرجوع كين ملايين الضحايا أنهاء من الدماء والدموع ستبقى معلقة في عنق كل من شارك فيها أو باركها أو أنه يحاول أن يغسل يدا ملطخا بدماء أطفال الحولة وغيرها والقادم سترون ما هو أسوأ ومن يراهن على أن من هو مستبد في داره يمكن أن ينشر الديمقراطية بين جيرانه فهو واهم بل العالم العربي يتجه نحو استبداد غير مسبوك وهو مؤشر على أن القادم سيكون تدهور الاستقرار وتفكك الجغرافية العربية لأن مشكلتنا الحقيقية هي في الاستبداد والفساد ولن تهنأ أوطاننا ونشعر بالأمن والاستقرار إذا لم نحارب عقلية المستبدين ونخلق جو من الرأي والرأي الآخر والمنافسة الشريفة من أجل بناء الأوطان ودون ذلك فالعسكر إن حكموا أو حكم مدني بعقلية عسكر فالمآل حرب أهلية ثم تمزيق الجغرافية السياسية والديمغرافية أيضاً بين البلاد والعباد واذكروا كلامي جيداً ترجمة نانسي قنقر